القمة العربية الصينية الأولى واللي قيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعايزين مهم جدا ان احنا نعمل تحليل لنص إعلان الرياض انا بحب دايما المصطلح ده إعلان الرياض إعلان القاهرة يعني ده مهم بالنسبة لي جدا هقولك ليه لأنه احنا عندنا مجموعة من المكاسب شديدة الأهمية كوطن عربي بشكل عام وكمصر بشكل أكثر خصوصية معانا على التليفون دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية أهلا بك يا دكتور تحياتي أستاذ يوسف لحضرتك وأستاذ المشاهدين إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله بخير ربنا كنا عايزين نتكلم على إعلان الرياض في القمة العربية الصينية أو القمة الصينية العربية كلهم على حسب ما يريد أن يسمي وأهمية هذه القمة بالنسبة للاقتصاد العربي ككل وأهمية ده بالنسبة للاقتصاد المصري على وجه الخصوص نعم طب بعد استحية أبدأ بالجزء الأخير من سؤال حضرتك أهمية القمة عربيا ثم مصريا ثم البيان الختامي أو إعلان الرياض كما أشرت لحضرتك ما يتعلق منه بأهمية القمة بالنسبة للعالم العربي حضرتك كما تعلم أن الصين أحد الشركاء الاستراتيجيين في العالم العربي بما لها من ثقة الاقتصادي وأيضا ثقة السياسية حجم التبادل التجاري أصد يوسف بين العالم العربي مجتمع والصين 600 مليار دولار الرقم رقم كبير جدا بين الدول العشر الموجودة بالأمس في الاجتماع أو في القمة وبين الصين 300 مليار دولار طبعا استثمارات هائلة جدا ما بين الجانب العربي والجانب الصيني ما يتعلق منه أيضا بكون الصين تدخل إلى العالم العربي من بوابة الشراكة الاستراتيجية وده شيئهم جدا بمعنى أننا في فترة من الفترات السابقة كنا نعتمد على شريك استراتيجي واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك تعدد للحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة العربية إذن الصين تأتي للعالم العربي جديد والعالم العربي يتوجه إلى الصين من خلال رؤية استراتيجية تكاملية ما يتعلق بالجانب المصري وحضرات أشارة للجانب المصري باعتباره جانب هام جدا لأن مصر هو الصين شراكة استراتيجية بالمعنى المتكامل يعني أول قنصلية دشنت في العالم العربي والشرط الأوسط وأفراقيا كانت في الإسكندرية من قبل الصين سنة 35 لو حضرتك عكاست الرقم 53 تجد أن أول بعثة دبلوماسية أتت أو سفارة دبلوماسية قتحت وعترفت مصر بالصين الشعبية وبالتالي بعد عام 2014 أستاذيوسك تجد زيارات المتبادلة ما بين القيادات السياسية سواء في مصر أو الصين كبيرة جدا 2014-2015-2018-19-19-22 الرئيس السيسي كان في الصين طبعا لزيارات عديدة وأعتقد طبعا أن 2018 تحديدا كان هناك المنتدى الصيني الأفريقي وطبعا ده كان من خلال بوقت القاهرة وده كان شيء أهم جدا لأن مصر أصبحت الرابط ما بين العالم الأفريقي كما يقال أو القرى الأفريقية والصين ولننسى مبادرة الحزام والطريق المبادرة الصينية طبعا تمر عبر قناة السويس إلى داخل أفريقيا إذن مصر حلقة رابط مهمة جدا ما بين الجانب الأسيوي والجانب العربي ثم الجانب الأفريقي ما يتعلق منه طبعا بحجم التبادل التجاري يعني يمكن الأرقام أصوز يوسف تتحدث ما بين 15 إلى 20 مليار دولار لكن هي 20 هي 20 مليار دولار في آخر إحصائية صدرت من وزارة المالية المصرية وطبع 20 مليار دولار أعتقد أن حجم أيضا كبير ما يتعلق منه به تبادل تجاري بين الجانبين هناك حوالي 300 مليون دولار استثمارات في منطقة قناة السويس طبعا الصين ترمي إلى مسألة أن تدشن 180 مشروع في قلب هذه المنطقة قناة السويس أعتقد أن الشريك الصيني هو شريك استراتيجي بالمعنى المتكامل سواء سياسيا أو اقتضيا ولننسى أثناء أزمة كوفيد-19 أن مصر كانت ترسل قوافل طبية للصين للأشقاء في الصين باعتبار أنها نوع من الشراكة الاستراتيجية أنتقل أستاذ يوسف حضرتك تسمح لي لإعلان الرياض أو الإعلان الختامي للقمة في الرياض طبعا هذا الإعلان كان إعلان هم جدا تناول أولا خطوط عريضة بمعنى أنه تأكيد السلم والأمن في المنطقة والترحيب الديمقراطية واختيار الشعوب وأعتقد أن هذا المبدأ الأول يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة لو استعرضت مبدأ الأمم المتحدة الأول إقرار السلم والأمن الدولي هو ما جاء في البيان الرياض أو إعلان الرياض ثم بعد ذلك تأكيد مركزية القضية الفلسطينية باعتبرها قضية العرب الأمم وده مكتب أستاذ يوسف للعالم العربي بمعنى أن الصين عندما تدخل كشريك في المفاوضات وكشريك أيضا أو وصيط لو صح التعبير في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أعتقد أنه شيئ هم جدا لأن الصين لها علاقات متميزة مع كل الجوانب وبالتالي فيها تستطيع من خلال علاقاتها التجارية والاقتصادية الضغط على الأطراف المختلفة من أجل استمرار أو اشتئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مسألة أيضا القضايا العربية وسلمية القضايا العربية وسلمية الحل وكان هذا في إعلان الرياض أيضا ما يتعلق منه بأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة اليمنية ودرورة البحث عن حل ورؤية الصين للحل السلمي أو تجديد الصين على مسألة دعم العلاقات العربية فيما يتعلق به الحل السلمي ثم بعد ذلك مسألة تأكيد أن الصين واحدة أو الصين واحدة بعيدا عن مسألة تقسيم الصين ما بين الصين وبين تايوان إذن هي مكاسب سياسية للجانبين الجانب العربي استفاد من الشريك الصيني فيما يتعلق به القضايا الفلسطينية والقضايا الأخرى وكذلك الصين اكتسبت نوع من الإعلان الزسمي للجانب العربي باعتبال أن الصين واحدة ما يتعلق منه أيضا بمسألة الشراكة الاستراتيجية على الجانب الاقتصادي يعني تم تدشين أكتر من 30 اتفاقية تجارية خلال أمس وأول أمس ما يتعلق منه أيضا بضخ استثمارات كبيرة داخل المنطقة العربية أيضا تأكيد مسألة مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحريغة التي دشنته الصين كلها أمور هامة جدا وتوحي بأن الصين تريد فتح أسواق جديدة مع العالم العربي تدشين شراكة استراتيجية جديدة مع العالم العربي تعتمد على كل النواحي ليس فقط النحية التجارية أو النحية الاقتصادية باعتبار أن الصين كان ينظر إليها الصين هو شريك استراتيجي سياسيا وأيضا اقتصاديا وأيضا أمنيا وعسكريا هناك اتفاقات عسكرية دشنت مع بعض الدول العربية والصين إذن الصين عادت من جديد إلى العالم العربي عادت كشريك استراتيجي إضافة إلى الشركاء الآخرين مما يعطي زخم في العلاقات ما بين الجنب الصيني والدول العربية إضافة طبعا إلى اكتساب نوع من الموادة الصينية العربية حتى عبر الثقافة القديمة التي كانت تربطنا بالصين خاصة الجنب المصري باعتبار أن مصر والصين تمتلك حضارات ضربة في جزور التاريخ كما تعلم سيد الفضل دكتور محمد هاخد الأول ما هو اقتصادي وبعدين هروح على ما هو سياسي نية الصين لتدشين 180 مشروع في جمهورية مصر العربية أو داخل جمهورية مصر العربية وأغلبهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ده تأثير وقد إيه على الاقتصاد المصري تأثير وقد إيه على فرص العمل طبعا مئات الألاف من فرص العمل عندما نتحدث عن 180 مشروع 180 مشروع أو 180 مصنع كبير أو ما شابه وبالتالي فطبعا مئات الألاف من فرص العمل إضافة إلى عيدة عملة ودخل قومي لمصر إضافة إلى استثمارات كبيرة لأن طبعا هذه المشروعات ستحتاج إلى بنى تحتية ستحتاج إلى عمالة ستحتاج أيضا إلى نوع من التكنولوجيا ولا ننسى أستاذ يوسف مسألة توطين الصناعة بمعنى أن كان قديما البعض يعتمد على الصين فيما يتعلق بالتبادل التجاري المباشر بمعنى أن نقل آلات تكنولوجيا أو معدات جاهزة الصنع أو خلصة الصنع إلى الدولة لكن هذه الأيام طبعا الرؤية المصرية لديها استراتيجية جديدة تعتمد على توطين الصناعة بمعنى ننقل التكنولوجيا من الصين من خلال إنشاء المصنع الموجود في الصين ننقله إلى مصر أو منطقة الاقتصادية في قناة السويس ثم يتم البناء عليه من خلال طبعا أيدي عاملة مصرية من خلال استثمارات ما بين الجانبين الجانب المصري والجانب الصيني وبالتالي يقلق العديد من الفرص العمل إضافة إلى كون المنتج النهائي يصنع بأيدي مصرية وأعتقد أن هذا شيء أهم جدا لم يكن متاح من قبل كان من قبل يتم الاستيراد مباشرة للمواد الخالصة الصنع أو ما يتعلق منها بالمنتهية الصنع لكن اليوم هي شراكة استراتيجية وأعتقد أن الجانب الاقتصادي أيضا أن هناك أكثر من مشروع يعني لا يمكن النظر إلى مسألة القناة السويس فقط هناك أيضا في العالمين الجديدة هناك مشروعات هناك في العصامة الإدارية هناك مشروعات وأعتقد أن الجانب الصيني أيضا يريد استثمار العديد من المجالات في مجال الطاقة النظيفة كما يقال حضرتك ما تعلم أن المؤتمر الخاص بشرم الشيخ المؤتمر البيئة المناخ طبعا دشن لمسألة همة جدا وهي مسألة التفاعل في الطاقة النظيفة وحضرتك ما تعلم أن معظم الطاقة حاليا تريدها الصين من العالم العربي في الجانب الاقتصادي فأنا أعتقد أن نوع من الشراكة في المعنى الاقتصادي المتكامل ما بين مصر وبين الصين وفي القلب منه طبعا العالم العربي باعتبار أن العالم العربي مصدر جيد للطاقة إلى الصين إضافة طبعا إلى أن العالم العربي هو يستطيع جذب رؤوس الأموال من الصين لضخاها في العالم العربي باستثمارات ما بين الجانبين وتحقيق مصالح مشتركة سواء الجانب الصيني أو الجانب العربي طبعا في القلب منه الجنب المصري بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشكر ليك دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية